على وقع الانعطافة التركية في اتجاه روسيا وإيران يتراءى للأسايش أن الدفع الأمريكي للتشويش على الطوق السوري في حلب يعزز فائد القوة التي أخذتها وحدات حماية الشعب في السيطرة على منبج لكن اندفاع الأسايش في الحسكة تحد منه إمكانية مدد الجيش السوري من مطار القامشلي والأرياف المجاورة وقد تحد منه أيضا مساعي موسكو في قاعدة حميميم لقطع الطريق على واشنطن في استثمار التشويش الأمريكي تجنب الناطق العسكري السوري اتهام سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ربما يشير إلى أن دمشق تحافظ على التقاطع مع هذه القوات لمواجهة الإرهاب في المدى المنظور على الرغم من القلق الذي ينتابها من مشروع التفتيت والفدرلة أنقرة تقدم على تطهير حدودها الجنوبية كليا من داعش بحسب تعبير مولود جويش أوغلو لكنها تصابق وحدات حماية الشعب للوصول إلى جرابلوس ولا تطمئن موسكو إلى الانفصال عن النصر كما لا تطمئن دمشق إلى انتهاء الطموحات التركية في الشمال السوري بين أعزاز وجرابلوس محل قوات سوريا الديمقراطية مفتي جيش الفتح عبدالله المحيسني يفصح عن استمرار الأبواب المفتوحة أمام المقاتلين من تركيا إلى سوريا بينما يتوعد أبو محمد المهاجر بمعركة قريبة لتوسيع ثغرة الرموسة معركة الجيش السوري وحلفائه لإحكام الطوق تفتح طريق جون كاري وسيرجي لافروف للنظر في مآلات التفاهم الرؤوس الأمريكي على جهود الحل في سوريا قبيل إطلاق صافرة القطار يتعثر المتأخرون عن حجز بطاقات السفر ترجمة نانسي قنقر